أهلاً بكم أصدقاء قناة كورا إنسايد في فيديو جديد تواجه أغلب أندية كورا القدم مشاكل مالية خانقة في آخر عامين بسبب تداعية جائحة كورونا ما أثر بشكل كبير على مداخل هذه الأندية وجعل بعضها معرضاً للإفلاس بشكل أو بآخر وهو ما يعيد إلى الأذهان قصصاً لعدد من الأندية التي واجهت شبح الإفلاس من قبل لأسباب مختلفة لذا قررنا اليوم أن نسلط الضوء على أشهر الأندية التي تعرضت للإفلاس في هذا الفيديو من قناتكم كورا إنسايد ضمن برنامج كورا بيزنس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات تحديزاً لنا ليصلكم كل ما هو جديد في البداية دعوني أخبركم أولاً ماذا تعني كلمة إفلاس في كرة القدم أندية كرة القدم كالشركات التجارية وبالتالي فإن إفلاسها يشبه إلى حد بعيد إفلاس الشركات وعلى الرغم من وجود صلاحيات واسعة لقانون الإفلاس يختلف من دولة لأخرى فإن هناك قواعد خاصة تنطبق على أندية كرة القدم فقط فعندما لا يتمكن لاذي لكرة القدم من دفع فواتيره والتزاماته المالية يكون قد بدأ مرحلة الإفلاس وحيال ذلك التعثر تعين المحكمة المختصة ما يسمى بمدير الإعسار ومهمته ضمان إدارة الأموال المتبقية من ثروة النادي الذي تعرض للإفلاس وفي حالة أخرى يمكن أن يؤدي اتحاد كرة القدم في البلاد أو رابطة الدوري هذا الدور بشكل يضمن عدم تبديد الثروة بالإضافة إلى ضمان العدل في توزيع الثروة المتبقية بشكل عادل بين الدائنين وفقاً للأولويات القانونية وهذا يتم من خلال وضع ما يسمى بخطة الإفلاس علماً بأنه يتم رفع يد مالك ومسيري النادي المفلس ابتداء من تاريخ إعلان الإفلاس وسوف تتعامل اللجنة المشرفة أو ما يسمى بمدير الإعسار مع الإدارة اليومية للنادي بخلاف ما يحدث على أرض الملعب ويتمثل دور اللجنة الأساسي في محاولة إيقاف تصفية نادي كرة القدم إما عن طريق إيجاد شخص يشتر النادي أو عن طريق سداد أموال الدائنين حيثما أمكن ذلك من خلال بيع الأصول التي قد تتمثل في اللاعبين أو الملاعب أو ملاعب التدريب أو البضائع وإذا تبين أن النادي لا يملك أي أصول كافية للدفع للدائنين يمكن إغلاق النادي من خلال التصفية والآن هيا بنا لنتعرف على أبرز وأشهر الأندية التي تعرضت للإفلاس من قبل بارما تأسس عام 1913 وهو اسم عريق في عالم كرة القدم لكنه لطالما عانى من مشكلات مالية وصلت إلى ذروتها في 2003 ودخل النادي في إدارة خاضعة للرقابة حتى عام 2007 ثم توالت الأزمات حتى أعلن النادي إفلاسه عام 2015 وقد قام ببيع العديد من ممتلكاته الخاصة كما تسبب ذلك في هبوطه إلى دور الدرجة الرابعة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إثر عدم تمكنه من دفع مستحقات اللاعبين ثم أعيد تشكيله تحت اسم بارما كاليتشو وفي عام 2018 تمكن الفريق من العودة مرة أخرى إلى دور الدرجة الأولى بورتي سموث أحد أعرق الأندية في إنجلترا حيث تم إنشاؤه عام 1898 ويعرف باسم بومبي سبق له الفوز بالدور الإنجليزي عامي 1949 و1950 وفي 2008 فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه عانى من أزمة مروعة بعد ذلك بسبب رواتب اللاعبين المرتفعة وأسباب أخرى فقد وصلت ديونه لنحو 90 مليون دولار كما فشلت عملية إنقاذ النادي ببيعه لأكثر من مستثمر ليعلن إفلاسه عام 2010 وحينها تم خصم تسع رقاط من رصيده ما أدى لهبوطه إلى الدرجة الثانية ليواصل تخبطه ويهبط إلى الدرجة الرابعة بعد ذلك لكن مع تحسن أموره تدريجيا عاد لاحقا إلى دور الدرجة الأولى تأسس عام 1919 ما يجعله ناديا حديث العهد بالنسبة للأندية الإنجليزية التي تأسس أغلبها قبل نهاية القرن التاسع عشر ورغم ذلك كان واحدا من أقطاب الكرة الإنجليزية في القرن الماضي وظل كذلك حتى السنوات الأولى من الأنفية الحالية لكنه عانى بشدة عام 2003 على الصعيدين الفني والمالي ما أدى لهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى ثم واصل التخبط حتى تأزمت الأمور بشكل أكبر في موسم 2006-2007 وبسبب رغمته في تجاوز محنته الفنية قام بانتداب لاعبين جدد على أساس مبدأ القرض حيث يتم الدفع فيما بعد لكنه تأخر في دفع الأموال للأندية التي باعت لاعبها له كما أخفق في توفير مستحقات لاعبه ليهبط رسميا إلى دور الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه قبل أن تنكشف أزماته تدريجياً فعاد للدرجة الأولى في 2013 ومن ثم الترقي للبريمير ليغ في 2020 رينجرز أحد قطبي الكرة الإسكتلندية بجانب نادي سيلتيك ودائماً ما تكون المنافسة بينهما على لقب الدور وجميع البطولات المحلية لكنه عانى في 2012 من أزمة مالية طاحنة بعد تراكم الديون التي وصلت لخمسين مليون جنيه السرليني لتقرر السلطات وضع النادي تحت الحراسة القضائية مما دفعه لإشهار إفلاسه وتم تعين حارس قضائي لإدارة شؤون النادي بعد تهرب مالكه من سداد الضرائب الخاصة بأجور لاعبيه قبل أن يتم التصويت على هبوطه إلى الدرجة الثالثة وحينها قام رجل الأعمال شارلز جرين بشراء النادي مقابل 7 ملايين يورو وحوله لشركة جديدة باسم The Rangers Football Club ومع مرور الوقت تحسنت الأمور تدريجياً حتى عاد النادي عام 2016 إلى الدور الممتاز الإسكتلندي فيورينتينا النادي الإيطالي مر بتجربة مالية شديدة صعوبة في 2001 أدت لإعلان إفلاسه رسمياً وهبوطه للدرجة الرابعة بعد أن وصلت ديونه لنحو 50 مليون دولار وبسبب عدم قدرته على سداد أجور اللاعبين أعلنت المحكمة القضائية في إقليم فلورينسا إفلاس النادي وهبوطه إضافة لبيعه في المزاد وحينها اشتراه ملك صناعة الجلود في إيطاليا أنطونيو ديلافالي وقام بتغيير اسم النادي لمدة موسم واحد ليلعب تحت مسمى فيورينتينا فيولا قبل أن يتدرج النادي ويعود للدرجة الأولى عام 2004 علماً بأنه قام بإعادة شراء حق استخدام اسم فيورينتينا وهو الاسم الشهير وتصميم القميص وإعادة الإعلان عن نفسه تحت اسم فيورينتينا ويغان أتليتيك كان ويغان أتليتيك أحد أهم الأنذية بالدور الإنجليزي في الماضي لكنه بدأ يتراجع تدريجياً وهبط في الألفية الجديدة للدرجة الثانية ومع اجتياح فيورس كورونا في أنحاء العالم بنهايات 2019 أصبح ويغان أحد ضحاياه حيث أعلن إفلاسه في عام 2020 بعدما فشل في التعامل اقتصادياً مع تداعيات الجائحة وتأثرت مداخله بشكل كبير بسبب غياب الجماهير وتوقف المنافسات لبعض الوقت نابولي في عام 2004 فشل نابولي في الحفاظ على تاريخه الكبير وأعلن إفلاسه بعدما بلغت ديونه ما يقرب من 70 مليون يورو وفشلت آنذاك كل المحاولات الحكومية لإنقاذ نادي الجنوب الإيطالي حتى أتى الفارس والمنقذ وقتها رجل الأعمال أوريليو ديلورينتيس لينشئ نادياً جديداً باسم نابولي سكر يبدأ على إثر ذلك منافساته من الدرجة الثالثة وخلال ثلاث سنوات فقط صعيد الفريق إلى الكاليتشو ونفذ لورينتيس وعداً كان قد قدمه للجماهير بإعادة اسم النادي الأصلي ليتجاوز تلك العقبة الكبيرة التي كادت أن تقضي على نادي كبير في عالم الكرة الإيطالية والعالمية أيضاً كانت فترة نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات فترة عصيبة على تشيلسي حيث أراد النادي تطوير ملعب ستانفورد بريج مما أدى إلى تهديد الاستقرار المالي للفريق فباع أبرز نجومه ونتيجة لذلك هبط إلى الدرجة الثالية وفي عام 1981 وصل تشيلسي إلى حضيط حالته المالية والإفلاس كما كان قد خسر ملكية ملعب ستانفورد بريج لصالح المطورين العقاريين قبل أن يشتريه رجل الأعمال كين بيتس مقابل جنيه سريليني واحد وحينها نجح في تحسين الأوضاع كما تمكن من إعادة ملكية ملعب ستانفورد بريج إلى النادي في عام 1992 بعد صراعات قانونية طويلة وكذلك أعد الفريق إلى المنافسة ثم دخل النادي حقبة جديدة عام 2003 عندما اشتراه رجل الأعمال الروسي رومان براموفيتش الذي رحل هذا العام ليترك ملكية النادي لتحالف رجال أعمال يقوده رجل الأعمال الأمريكي تدبويلي